مع ثحانرته صاحب السمو أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيئتين لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديق عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمانيا سموه رعاه الله لفخامته مفر الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار وبعث سمو للعهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ببرقية تهنيئتين لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة ضمنها سمو خالص تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيئتين لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده ترجمة نانسي قنقر